لماذا نفذت إسرائيل ضربة البيجرز مبارح؟ هناك ثلاث احتمالات بخصوص توقيت العملية وكل احتمال يجاوب لوين رايحة إسرائيل بحربة مع لبنان تستند النظرية الأولى لمعلومات سربة مسؤولين أمريكيين بتأكد أن إسرائيل كان بدأ تعمل هالضربة ببداية حرب واسعة مع الحزب مش هلأ بس اضطرد إسرائيل تستعمل هالورقة مبارح وتفجر الأجهزة بعد ما تبين أنه في عناصر من الحزب شكت بوجود هالمؤامرة تفجير الأجهزة بهالشكل العبثة كان أفضل بالنسبة لإسرائيل من اكتشاف العملية وإفشالها هالتحليل إذا صاح بيعني أنه اللي صار مبارح مش مرتبط بالضرورة بأي تصعيد أكبر ناوية تعمله إسرائيل التحليل الثاني بيشبه اللي صار مبارح بالضرب الإسرائيلية الاستبائية بال1967 وقتدمرت إسرائيل سلاح الجو المصري قبل الحرب ضرب منظومة الاتصال وجرح مئات المؤاتلين وإشغال الكتاع الصحة بضعفه الحزب قبل بداية الحرب بيستند هالتحليل لتصريحات وقرارات المسؤولين الإسرائيليين آخر أسبوعين اللي عم تتعامل مع توسيع العملية بلبنان كأمر متوقع وحتمة بهالجو المتوتر تحديدا إشت الضرب مبارح أخيرا بيضل في تحليل بيقول العكس تماما تصريحات والتهويل الإسرائيلي حرب نفسية لدفع الحزب لتنازلات بالتفاوض عواقف إطلاق النار ومنها إقامة المنطقة العازلة بالجنوب بهالتحليل بيكون هدف ضربة مبارح إضعاف الحزب بس لدفعه للتسوية ولو إسرائيل فعلا ناوية حرب شاملة كانت بتترك عنصر المفاجأة للحزة الحرب وما بتحرقها الورقة هلأ ترجمة نانسي قنقر